مرحبا مشاهدينا عبر شاشة مريم تيفي من برنامج على الموعد البرنامج الصباحي بتمنى لكم بداية عام 2019 بداية سعيدة جدا مليئة بالحركة والنشاط مليئة بالصحة الجيدة والأخبار السهرة والمفاجآت وبهالمنسبة بيساعدني استضيف رئيس بلدية الدكوينة رح نبلش العام معك ريس مرحبا خليكي كيف صحتك الحمدلله ينعاد عليك أستاذ أنتوان شخطورة اسم فعلا لمع بفضاء العمل الإنساني العمل الحلو بالعمل البلدي بالعمل الإنمائي هلأ أنا عم بيحكي عنك بكتير منيح بس بدي شوف شل إشيا والسياسة فعلا بس شل الشاي اللي لا رئيس بلدية ورجل مش بس رجل الإنمائي فقط ورجل سياسة أيضا ورجل سياسة فعلا بامتياز غير مفهوم غير مفهوم نازلت الناس لرئيسة بلدية ورجل سياسة بامتياز رجل سياسة بامتياز هلأ بنفتح هيكي بارنتيزز بنحكي عن رجل سياسة بامتياز بدك تفصلنا ليش قبل ما نرحب فيك أكتر أتمنى لك بداية عام وأنا بتمنى لكم كمان مريم تيفي يعني وكل قيمين على مريم تيفي حاطي ديك جوال عائلتي كانين وتكون سنة مباركة سنة حلوة مليئة بالنشاطات وملئة أول شيء بالصحة والعافية هادي أهم شيء شكراً وتعودنا نحن عطول من هالمنبر الأعلام من استضيفك ريس لأنه على طول بتفيد علينا بأفكار حلوة وهذا الفكرة الحلوة ببداية هالعام 2019 رجل سياسي بمتياز شو مفهومك للسياسي اليوم وكيف بتحارب بأي سليح سياسي حلوة برعة بظاهرة جديدة ومتجددة أول شيء السياسي كلمة واسعة فيك تروح على السياسي بحدي تك السياسي والسياسي السياسي الإلمائية السياسي الهندسية السياسي القانونية السياسي بكل شي فيه بالمهن بالأشفاء اللي عندك سياسي يعني الديبلوماسية والديبلوماسية لازم تكون موجودة بأي كطاع إن كان مصرفة إن كان اقتصادة إن كان اجتماعي إن كان حتى مع الأستاذ والتلميز المدرسة كنا نحكي مع أستاذي تبعه طبعه لدي كانوا يدور لما بكون فيه سياسي السياسي هي الفن الممكن من وجهلة تحية أكيد من وجهلة تحية فن الممكن ولا ممكن يعني بما معناه أستاذ عم بأعلم تلميزه أوكي؟ في منه عم يفهمونه في منه ما عم يفهمونه وفيه تلميز شقي وفيه تلميز ريئ صحيح طب كيف تكتخذي هالتلميز؟ بالمساياسي انتوية بالحكة بالمنطق بالتدوير الزاوية هايدي هي السياسي إنما هون راح نفوت يعني هايدي عم بأعطيكي شوية ديفينيسيون لعله عم فهم رجل البلدية رجل سياسي بامتياز ديما بيفكر رجل البلدية إنه رجل الماء فقط لغير أنتو غلطنين صانع القرارات صانع القرارات هو مشارع وعنا سلطة تقريرية وتشرعية وتنفيذية أنا رئيس سلطة التقريرية والتشرعية يعني عم المجلس بلدي والتنفيذية لحالك رئيس بلدية طيب وقتا نحن نغير اسم المدينة أم البلدة لسبب ما وتنغير الزناج لسبب ما هيدا هو تشريع بقلب منطقتك إنما السياسة منروح نحن على الانتخابات النيابية والبلدية ما تدخل فيها سياسة طيب الانتخابات النيابية إنه فكرك إنه بس بيجوا النواب بيعدوا جيبوننا ألف صوت وجيبوننا خمسمائة صوت جيبوننا ثلاثمائة صوت لا فيه قرارات نحن وياهون فيه تداخل نحن وياهون فيه انكسامات نحن وياهون فيه عدم تفاعل نحن وياهون أما التفاعل نحن وياهون مش هيك إنه نحن منجيب بجيب له له هالنياب هالقد خمسمائة صوت بفوت لا فيه تفكير فيه فيه طاولة حيب طاولة أكيد طبيعي نعم إن كان أحزاب إن كان مستقلين إن كان مع المؤسسات الدولة إن كان شو ما كنت تنتبه إلى حد أما كنت مستقلة مش هيناك إنه نحن ما فيه نجي قلونا إنه أنتو بتروحوا على الانتخابات بعلبة بتاخدوها معلبة من الأصوات بتحطوها لا نحن خطأ بين المواطن والسياسة من نائب لوزير لرئيس جمهورية لرئيس حكومة لرئيس مجلس نوّب مش هيناك نحن الرجل السياسي الأول قبل النائب المفهوم النائب هو مهم جدا والوزير وغيره قبل النائب وقبل الوزير وقبل قبل أي شيء آخر لحلك مثل مثل فاعل نحن اقتصاديا هالسنة المرأة علينا عاطل جدا صح عاطل عليك كانوا عم بيحكوا بانهيار الدولة اللبنانية نعم أما الحكومة اللبنانية صح أما لا نعم ولا فيه رخص رسوم وإسكان وقف يعني ما حدا عم بيبيع حدا عم بيعمير وما حدا عم بيبيع من شرقة الحركة والجي باية كانت خمسة واطمين بالمئة صارت خمسين بالمئة طيب ما فيه مصاري إذا البلدية أنا بقدر أبعد ضاين ستة شهر طيب أبد الموظفين إذا ما فيه مدخول وفيه مصروف توقتها تفلس البلدية أما تسكي البلدية تأفلس الوطن صحيح يعني هيدا اللينك هي رئيسة رئيسة البلدية أما البلدية بحد ذاتها هي المحور الأساسي بين المواطن والدولة مثل طبقة الوسطى كانت موجودة في اللبنان وأصبحت معضومة هي صلة الوصل وجسد ألم أبوك شوفي وينصار لبنان من ورد طبقة الوسطى لين عدمت صار فيه غنى وصار فيه فقير وهيدا الغلط اللي وصلنا له هلأ مش بس بالبنان صار إجمالا بعد أزمة 2008 أزمة الاقتصادية العالمية والأزمات اللي هلأ نحنا والتخبط بالربيع العربي وغيره حتى عم نشوف بأوروبا نحنا بفرنسا وبلجيكا المظاهرات حول الاقتصاد وغيره في تغيرات سياسية كتير كبيرة بالعالم من شناك بجعب أولنا رئيسة البلدية حتى عم نحكي بالمركزية إدارية عم نحكي بالفدرالية الفدرالية بغير موضوع المركزية بس المركزية هي شو أنت سنت حاكم ولي تتعاطينا الشأن العام والأمن والسياسة والإنماء وغيره يعني الفكرة أواضحة للمشاهد أنه مش نحنا كلمال تسفيت وتعبيد وإنارة لا نحنا مفهوم غير صقافي اجتماعي نحنا قضية أوطان نحن قضية أوطان طبيعوات أوطان وأجيال وهذا الديبلوماسي والسياسي بامتياز السيد والريس أنتوان شخطورة أو الشي المحامة والمحامة أكيد المحامة لأن المحامة هذه مهنت أنا عاشت محامة وموت محامة بس ممكن أنا مموت رئيس بلدية سلمت ألبك سلمت ألبك بس الحقيقة الحال لو دامت لغيرك لما قالت إليك صحيح مصدوط أم الله إذن هذا المحامن والديبلوماسي والسياسي بامتياز ما هي توقعاته إذا صحة التعبير للعام 2019 طرف نحنا أوشي من الميل عبداللطيف لا لا نحنا ما احترامي نحنا نحنا ببداية العام 2019 شو بتتمنى شو أمنيتك سؤال بكادر حلو بس هدا سؤال سياسي في أخذ المنحة السياسي وفي أخذ المنحة الإنمائي لا أممائي إنمائي صاروا مثل مهنت بيقلك أصر بلدي بيقلك تسفيد بيقلك صرف صحي بيقلك بيقلك صاروا شيء اعتيادي إنه كل رئيس بلدي بيقولوا ما هو في جدوى الأعمال الجدوى الانتخاب اللي هو برنامج الانتخاب اللي مش عليه يا عم بنفسه يا ما عم بنفسه أيضا على العالم الناخ بين والسكان هني أرر بهذا الموضوع نعم بس أنا بيقلك بال2019 نحنا نتمنى وعم نسمع وعم نشوف إنه الحكومة العتيدة المقبل راح تصير برأيي إنه خلص الموضوع لبنان راح يتحسن اقتصاديا سياسيا معنويا معنويا ولت تخذونا على التعبير مسيحيا وفي ضمانات من الغرب بإبقاء المسيحيين بلبنان والدفاع عنه إذن تحملونا براعم الأمل الكبير أكيد والإيمان والإيمان بيسوع المسيح وبيسوع المسيح وبرئيس جمهوريتنا وبقائد الجيش وبقائد الحكومة وبكل الناس وكلنا نحن في كيف أريد أن أقولك؟ نحن كتلة نحن كتلة مشتركة من التواقف والمتاهب عايشين بها البلد بس نحن عم نحكي مسيحيا بين الشر الأوسط اللي هو كله أمة إسلامية أمة إسلامية الوحيدة رئيس المسيحي هو بشر الأوسط هو الرئيس ميشيل عون تحية لألك أولاً نعم وتحية لرئيس الجمهورية أكيد ألف تحية تحية ألف تحية ينعد عليه وعلى عائده ينعد عليه وكل الصحة لرئيسنا أكيد أكيد من شانك عم بلك أنه في ضرورة ابقاء على المسيحيين بالشرق الأوسط وخاصة بالمناطق المجاورة لنا وخاصة بالتحديد في لبنان وأعطاء الكوة للمسيحيين مجدداً هذه الكوة هذه الكوة عفواً على المقاطعة عم تقطعيلي مرتين بس بتهمني عفواً هذه القوة نحنا من وين مناخدها؟ أول شيء يجب أن نستمدنا من ربنا أول شعل ومن إيماننا اتنين وثلاثة من إيماننا بحالنا ومن قوتنا وتضامننا مسيحياً تضامننا مسيحياً بعدين كمان نحكي نحنا باقي الأطراف لنكون واضحين وشوفين ما فينا نكون من قسمين نحكي مع أطراف متضامنة مع بعض مواحد مع بعض ما فينا إذا نكون نحنا مسيحياً قوية يعني اتفاقية معرب وحتى هلأ اتفاقية القوات والمرضة ممتازة جداً أنا معك الاتفاقية مسيحية مسيحية بس مش لأنك تكون كيب الفريق المسيحي الآخر نعم هذا اللي نحنا اللي بدنا إياه بدنا إيد وحدة نتكاتف مسيحياً ننجح نقعد مع الطرف الآخر نتكاتف كل مال بناء وطن سنعود إلى العام 2017 نعم قبل العام 2018 وكان الأستاذ أنتوان شخطورة يتخبط بأمواجاً من الألام المريرة والصراعات والنزاعات 2018 قطعت عليك بسلم أكتر شخص ريق أكتر ما كان عم يتخبط قد 2017 تش حددت 2017 2017 وما قبل ما عبل بكتير نعم عبل بشو عبل شو المفتاح أنه أنتوان اليوم تغير شو السر إيمانه بحاله أكتر سأته زايدة بحاله حب الوطن أو حب المواطنين لأله أو عطاءه المجانة أو أكيد إيمانه بالرب يسوى لكل إلتيهم في نقطتان أساسيتان إيمانه برب والزوجة حلو ما في الواحد ننكر دور المرأة بحياته من وجه لتحيي لسيدة كارول أنا كان عندي ظروف خاصة بسنين معينة كل إنسان بمرؤ فيها يمكن غلط واحد منه أما من شخص الآخر دي ما فيه غلط من شخصين وقفت إلى حد ما حتى صحيا انتكست جوازت كارول مش هم نحكي سمح الله حدا كان عاطف لا ما فيه اتفاق جوازت كارول انتعاشت فكريا روحيا جسديا صحيا واتقدمت الرجال منه مرتاح ببيته وان بيدر اعمل شي والمرأة كمان نفس الشي هالزوجه كمان بس المرأة هي بتفتح البيت وبتسكي البيت المرأة هي بتساعد الرجال أما بتحطينا الرجال المرأة هي الكدو هي الأم هي الحنان هي الزكا هي شعلة الزكا بتنبقل ورائك الرجل العظيم امرأة أنا مؤمن بالمرأة تؤمنون بهذه المقولة ومؤمن أيضا بالطفل أنا كل الأفكار اخدها من النساء ومن الأطفال وليس من الرجال حلو حلو أنا عندهم أفكار نيرة جدا ومهمة جدا بس ما يزغروا عقلتهم حلو كتير اللي عم بتقوله ريس عم بحكي واقع عم بحكي ما عم بدون كفوف بحقيقة ما حطيت كفوف عم بحكي اللي أنا ساير معي يعني أنت كدوي للمشاهدين هلأ مش كدوي للمشاهدين أنا أمم بالمرأة أمم بالمرأة رغم أنه بقولوا عني بيحكوا عني كتير قصص أنه مش مظبوطة وأنا بمزح مع العالم إنسان بحب الحياة أضحك بس أنا الرجال بحب مرتي مرت حملتني زيادة حملتني شالت شالة البيت وعم تتقدمني بطريقة واتتكون المرأة زيكية بتاع كيف تحكي مع الرجال ورجال ما بدوا إلا كلمة هنية بس إذن إذن الريس أنتوان شخطورة هو بحاجة لوجود امرأة زكية في حياته لا 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 هل يتقدم من دون امرأة؟ هذا هو سؤالي أكيد بيتقدم بس بفضل وجود امرأة زكية بيكون التطور والتقدم إذا الواحد ما بيتقدم بدون مرأة في شي خلط هو فيه نعم بس وجود المرأة وجود المرأة حولها والعائلة أكيد يعزز طبيعي يعزز مكانته بيثبتها أكتر وأكتر طبيعي بس الواحد أعزب ما تجوز بحياته ولا بتظل أنا لا أكيد أكيد أمك الرجال يفهم أنا شو عم بيحكي أما كل مرة تفهم تفهم شو عم بيحكي لأن وقته يتأيد الرجال ينضغط على الرجال فيلم البيت عامل مشكل ولو حق أليه ما بيقدر يصمر بشغله ما بيقدر يكون ناجح بشغله ريس لأن بيحارب العالم كله بس تكون عنده مشكل ببيته بأثر على كل حياته صحيح مهنياً صحياً فكرياً وكل شي أنا مؤمن ولامس وبعد خبرة أوكي ريس بالعودة للعام 2018 بنهاية العام 2018 بالوقت القليل اللي فضلنا معنا ديئتين من الوقت الكتابي لحضرتك وضعته ووقعته فيك تخبرنا عنه باختصار تاريخ الديكواني نعم ومستقبل الديكواني هو الحاضر اللي نحن العشناه من 2010 إلى 2018 بعهد رئيسة البلدية أونتوان شغتورة عملت قابل نسبة لي أنا هايدي آيكوني لأولاد الديكواني تاريخ ومجد أولاد الديكواني وقلعت الصمودة طل الزعتر لسقط الزعتر بـ 12 أبو 76 يعني كل شي فيه أرشيف مدنو موجود أخذنا من صفرات أخذنا من دير مارروكوز أخذنا عملنا استقصائيات على سنتين وشهرين أحاديث مع العالم مع الرجال كبار بالعمر بناء الديكواني رجعنا 300 سنة لأورا وبلد رجعنا أما قبل 1200 سنة الـ 1200 لعنى سنة الـ 1200 الـ 1700 ما كانت بشي موجودة الديكواني ولا الساحة اللي كان موجودة تاريخ وتراث سامنها تاريخ تاريخ وتراث تاريخ نعم حاضر تاريخ تاريخ صمود وحاضر يحكي المستقبل حلو بقى بتمنى أنه جوال هده باللغة العربية بتمنى أنه حادثيك التجميل اللي هي هتفخر لأنا الله يخليك نحن نحكي عن الديكواني يعفو أكتر شو أنا بتبنى بتبنى هيدا العمل تتفاجأ تتفاجأ شو هي الديكواني الانمائية الدفاعية فعلا الرئيس أنتوان شخطورة بتمنى لك عام سعيد وبداية حلوة وكل هالمشاكل تزول في حال كانت موجودة في حال بدت تنوجد انت أتدورتك الله يخليكي كلك زول أنا بتشكريك وإنعاد عليكي كمان وعلى عائدك يا رب الصحة وبالعافية شكرا من هالمنبر الأعليمي مشاهدينا أنا بعيدكم عام سعيد مجددا وبوداكم الله معكم موسيقى 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 موسيقى